أرجوكم برضو النصيحة اللي بعد كده استخدموا المضادات الحيوية المضاد الحيوي ده تستخدموه بتعقل مش بشكل عشوائي مش بشكل متكرر لأن المضادات الحيوية زي ما سمعتوا مني بتؤدي لنقص عدد كبير جدا من الفيتامينات والمعادن في الجسم زي فيتامين A والD وK وB1 وB5 وB6 والفوليك أسد والكالسيوم والحديد والماغنيسيوم والسوديوم والبوتاسيوم كل دول الحاجات المهمة دي تنقص مع الاستخدام المتكرر للمضادات الحيوية برضو المسكنات تؤدي لنقص الفوليك أسد وفيتامين C والحديد دي حاجة مهمة قوي يبقى احنا ما ناخدش مسكنات كتير عشان كمان معدتنا تمام؟ الشاي بكثرة يؤدي لنقص الحديد والزينك والبوتاسيوم الإينوسيتول ده خلاص والإينوسيتول كمان بينقص بالشاي اللحوم المشوية وطهي اللحوم لفترات طويلة بيؤدي لنقص فيتامين B6 والحقيقة أننا في الأيام الأخيرة كده بشوف على السوشيال ميديا إعلانات ومطاعم يقولك إيه قصة اللحمة دي بتقعد تستوي 12 ساعة و14 ساعة آه يا بتبقى طرية وكل حاجة بس انسوا بقى الفوائد اللي فيها عشان تبقى فاق مش معنا كده أن احنا كلها ناية بس قصدي خير الأمور الوسط يعني مش لازم أروح أكل لحمة مطهية لمدة 12 ساعة تمام؟ النصيحة اللي بعد كده أن أدوية علاج النقرص لو حد بياخد أدوية علاج النقرص يراجع مستوى اليوريك أسد عشان لو اتزبط ما ياخدهاش من غير لازمة وبرضو ضرورة مراجعة الحديد والبوتاسيوم الناس اللي بتاكوا اللب كتير معرضة لنقص الحديد والزنك قللوا اللب أو يمنعوه وفيه أهمية كبيرة جدا زي ما سمعتوا مني في الحلقات للخميرة خميرة موجودة يعني فيها فيتامينات به واحد واثنين وثلاثة وخمسة وستة وفوليك أسد وبيوتين وماغنيسيوم أنا بقولي الكلام ده ليه عشان فيه ناس اللي هو ما بيأكلوش عيش خاصة أنا ما باكلش عيش خاصة ما فيش حاجة أسمعها كده الخميرة بتدخل في كل أنواع الخبز تمام؟ وهي لازم تتاكل جوه الخبز لأنها لوحدها كده لا تؤكل حقيقة تمام؟ والأسف الناس دول بينقلوا السلوك ده لأطفالهم فتلاقي الأطفال بيبصوا كده لماما وبابا اللي ما بيأكلوش عيش فيطلعوا هم كمان ما بيأكلوش عيش